اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اثميتا بتدي سافي الساري وبتقول لها ان سوريكا هي اللي اشترته لها وطبعا سافي بتفرح وبتقول لها ان هما هيحطوا العلم لكن سوريكا بترفض ده وبتقول انها هي قالت انها مش قاعدة في البيت ده كتير وانها مش قاعدة للأبد وانه اول ما اختها تخفها تبقى كويسة ورفضت قبل كده اصلا سافي قاعدة بتفكر فابتظهر له اختها هاريني وبتقول لها بتفكر اي تشتري هديل ايشان لو بتفكر اي فده اشتري له وليه ده يأتي لما قاله ان كنتي مش هتعملي التقاليد والتقص ديت مع إيشان مش رفضتي قبل كده تعملي تقص علشان خاطر انت عارفة ان الجواز ده مش دايم ولا ده مش مقدس قالت لها لأ انا عايزة اعمل كده بس علشان ساعدت سيد إيشان قالت لها يعني اني مش مضايقة اني كنتي هتسيب البيت ده وتمشي يبقى عمتك كانت عندها حق وليه ده يأتي كمان لما عرفت ان إيشان وسيدة ريفا حيسفره مع بعض باريس وبنروح لسواتي اللي بتقول ريفا انه خلاص كلها شوية وإيشان وسافي هيسيبه بعض لانه اختها هتخف فبتفرح ريفا وبيجي لها سوهناندو بيقول لها وفريدي اني إيشان مرضاش اني سافي تسيبه وفريدي اني سافي مرضيتش ان هي تسيب البيت ولا تسيب إيشان سافي بتقول لها ريني ان عمتي اسميتة وسيدة شيكا وأنفي أنا بحبهم اللي حيديني ان انا هبعد عنهم وده مش معناه ان انا حنسى حلمي لان انا لسه عايزة حلمي وحلم عيلتي عايزة خليهم يحسوا بالفخر لي وبعدين سيد إيشان ده معلمي ومرشدي دعمني دايما وعلشان كده انا هشتري له الهدية وبعدين بصيته ملاقيتش هاريني وبعدين شيكا بتتكلم في التليفون وبتقول له ايوة صوتك بيقطع طيب انا هروح لهناك بتسمعها سافي وبتقول لها المكان اللي انت ريحوه ده انا ريحوه عشان اشتري هدية لسيد إيشان لو انت عايزة تروحينيك عشان تشتري هدية لاتشام ماي فبتقول لها لا انا مش نازلة اصلا انا كنت هبعد اخي جيته علشان يجيب حاجات من السوق سافي الاتصال ده مهمة فانا هروح وسافي بتتسوق وبتحاول تشوف حاجة لسيد إيشان وبتتخيله هو وايف قدامها وهو بيقس الهدوم ديت وبيقول لها انت عايزة تديني هدية ولية ولا سيد راو فجاية العاملة وبتقول لها شاكلي كده عايزة تشتري هدية لزوجك واول مرة تشتري له حاجة اوصف يقولي وانا هشوف لك اللي يناسبه بتقول لها هو راقي جدا احيانا بيغضب فجأة لكن لو حسن اللي قدامه ده محتاج لمساعدته بيساعده بكل تأكيد هو مش مجرد معلم وانيق جدا في لبسه بيلبس بسيط لكن انيق واللي بيعرفه بيحبه جدا قلت لها رأي سيدة انت محسوسة جدا وانا دلوقتي هجيب لك الهدية المناسبة ليه وبعدها طلعت لها محافظ كده لكن كانت غالية جدا بعدما اخترت له الهدية فجأة سمعت صوت شيكا وهي بتتكلم في التليفون وراحت عشان تجري وراها وركبت وراها العرب عشان تشوفها رايحة فين وبعدين فجأة راحت لفندق وراحت لواحد هناك بس يطرى مين الواحد ده وسافي ماشي وراها وعملت دور عليها بتحاول ان هي تتصل بيها لكن مش عارفة توصلها بتخرج سافي عشان تستنها برا لكن فجأة وهي وقفة برا فيه طفلة صغيرة كان هيخبطها متوسكل وتلعت تجري وراها علشان خطر تلحقها وقالت لها ان هي بعد كده تلعب بعيدة عن الطريق في الوقت دوت خرجت شيكا ومشيت وروحت على البيت ووصلت للبيت ووصل كمان سيد إشان وبيحاول يتصل بسافي وبيدور عليها لكن تليفونه نفضت البطارية منه واخد تليفون شيكا علشان يتصل بسافي فأول ما اتصل بيها سيدة شيكا اتصلت بيك فبيقول لها لا ده أنا انتي فين بدور عليك لكن سافي بتفكر هي امتى خرجت من هنا وروحت على البيت كمان قالت لها انا كنت بشتري بس حاجات مبرة ورجع على طول سافي وصلت على البيت ولاقيت شيكا وقفة في المطبخ فرحت لها بتقول لها وانتي خرجتي امتى قالت لها لا انا مخرجتش فبتقول لها متأكدا انك انتي مخرجتيش قالت لها لا يا سافي انا مخرجتش خالص لكن طبعا سافي متأكدا ان هي شافتها ومتأكدا ان هي شافتها ويدخل الفندق ده فقالت لها سيدتي لو انتي في مشكلة وقع فيها او في اي حاجة اتكلمي معي فقالت لها لا يا سافي انا مش في اي مشكلة ولا في اي حاجة ما تقلقيش علي انا كويسة قالت لها انا هخرج عشان اشوف تجهزات السهور ومتشكرة ليكي سافي تلعت على قضيتها وقال لها كنت فين قالت له ما انا قلت لك انت باجيك بالتجهزات للحفل قال لها ما بقي البيت هنا شغالين وبيجيبوا كل حاجة سافي انتي مش مركزة في دراستك وجبتي درجة مش كويسة خالص ايه اللي حصل لك يا سافي انا عارف انك انتي كنت مشغولة الايام اللي فاتت لكن بالنسبالك ولا في اي احتفال ولا في اي حاجة انا مش عايز حاجة تشتت تركيزك وبكرة حتسلميني الورقتين اللي انتي اخدتيهم ويكونوا محلولين لازم مش تنجحي في الاختبارات وبس لازم كمان تطلعي الاولى وده جد والك من هنا ورايح لان جنسي لو فشلتي انا هعتبر نفسي فشلت قالت له انا مش هسيبك تفشل وهحل الاختبارات وهحتفل كمان بتجي لها انفي بتقول لازم كتاخي سافي يلا استعادي بسرعة وتعالي لتحت وكمان البس الساري اللي عميتي سوريكة دتهولك مش عايزين حد يوبخ سيد ايشان اكيد انتي مش عايزة ده قالت لا ما تقلقيش انا حالب الس الساري وحنزل لتحتها على طول وهي مسكة الهدية وبتقول يا رب تعجب سيد ايشان كمان ريفا مسكة هدية وتقريبا جايباها لسيد ايشان ريفا جهزت نفسها بشكل كويس جدا وكمان سافي جهزت نفسها بشكل كويس وفجأة ريفا وهي بتفكر ولبسها الاساور اللي دتها لها سوريكة فكرت في سافي ان هي اللي رجعت لها الاساور دي وقالت لا انا مش هفكر بالشكل ده تم زواج ايشان من سافي وانا مش هفكر كده سافي خرجت وقسميتها بتقول لها شكلك زي كنت بسلي بالزبط فبدقول له مساعدكو في الرسمة قالت لها تعالي ساعدين يا سافي دور فحابت ان هي تضايقها وقالت لها دايما بتتملقي بس لكن نيش بيوقفها وبيقول لها سبيها رأوا راحوا بيتكلم مع سوريكة وبيقول لها ما ينفعش في الاحتفالة بيقعدة متضايقة كده فقالت له ان انت هتخلي تشموا يجي الهنا قال لها هو انت بتفكري في ابنك بس ومش بتفكري في احترامي وفجأة بيجي سواناندو وريفا وسواتي وبيرحبوا بيهم وسوريكة بتقول لها شكل جميلة قوي كأنك كنت على تبصلي بالزبط والزوجة المستقبلية احتفال قمري سعيد وسافي عمالة بتبصرهم وطبعا متضايقة جدا وكان في غيرها في عيونها وبعدها بيسأله على إيشان وبيظهر إيشان وبيقوله اهو وصل إيشان بيهنوا بعض وبيقوله احتفال قمري سعيد وسافي وقفوا ومتضايقة جدا وغيرانه وبعد ما الكل بيمشي بيقول لها وبعدين أنا مش قلتلك تذكري قالت له يعني انت حابب ان انا افضل فقلت وانت بتحتفله ما تقلقاش علي ريفا عالقة في حاجة متعلقة ومش عارفة تفكي ايديها وبيروح لها إيشان عشان خاطر يساعدها وبيشوف اسمه اللي مكتوب عليها لكن فجأة بيركز في اللي هو بيعمله وسافي بتشوفه مبعيد وبتكون متضايقة وبعدها بيطلبه من إيشان انه هو يحط العلم فبيقوله ازاي لزم سيدروه هو اللي يحطه او عمي نيشي وبعدها بيقوله لأ إيشان انت اللي حط العلم جاي سوريكا تطلب من إيشان وريفا يحطوه فأسميتها طلبتها بعيد وقالت لها انت اللي دايما بتحفظي على التقاليد وانت اللي بتحمي التقوص والعادات هنا قالت لها طب أسميتها خشي في الموضوع عايزة تقولي ايه قالت لها انه النهاردة احتفالي اليوم القمري قالت لها في تكري انك لما طلبتي من تشنماي وشيكا ان هما يقوموا بالتقوص دي ويحطوا العلم واتشنماي رفض ساعتها بعدها ميشي ومرجعش تاني وتم جوازهم قدام فيكتال وركماني إيشان ويسافي ولو انت سيبتيهم حطوه العلم بأيديهم فده هيبقى ميمون جدا وبصراحة انا خايفة اللي حصل مع تشنماي يحصل مع إيشان ويسيبي البيت ويمشي سيبي إيشان ويسافي يحطوا العلم